بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قيم اليوم سنتكلم عن مشكلة خطيرة وعن آفة ومرض وذنب وهو أكل أموال الناس بالباطل ويبقى أكل أموال الناس بالباطل محرما ذنبا عظيما مهما بحث صاحبه له عن أسماء ومبررات الحق سبحانه وتعالى نهانا وحذرنا ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل نهي وتحريم واضح لا تبحث عن مبررات ولا عن ذرائع المال الحرام يبقى حراما الفرق بين شخص وآخر من أهم الفروق النية الحاضرة في القلب كيف يعني؟ شخص أخذ من الآخر مال أخذ منه دين أخذ منه مباربة أخذ منه أمانة مهما كانت صور ذلك الأخذ إذا أنت لما أخذت المال حضر عندك التقوى والأمانة وإرادة الأداء ستجد عون الله لك لتؤدي الأمانة وإذا حضر عندك كيف أنا بدي أخذ هذا المال كيف بدي أستولي عليه وبدأت تبحث عن ذرائع فاسدة فيها حرمة وضلال وعلى غير هدى فستكون العاقبة أن تكون الهلكة للمال ولك نسأل الله العفو والعافية وهذا ما يبينه لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها حاضر عنده أنني أريد أن أكون أمينا صادقا أخذ الدين بدي أرده نعمل بالشريكة بدي أكون واضح وصادق مش أقول اخسرنا وأنا ربحان مش أكذب على شريكي لا أنا صادق أخذت أمانة وأديها لا أدعي كذبا وزورا أنها أخذت رغما عني أو 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 لا من أخذ أموال الناس يريد أداءها أخذها الدين يا رب أعني أن أؤدي هذا الدين من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه فتح الله لك من أبواب الرزق وأبواب العطاء والبركة وصرف عنك من مهلكات المال وصرف عنك من مهلكات المال صاحب الحق وإذا صاحب الحق طلب حقه يصبح أمام ذلك المدين اللي عليه المصاري وكأنه مجرم وكأنه مذنب وكأنه مرتكب كبيرا أن يطلب حقه وكم نرى مثل هذا المشهد وكم يرفع إلينا مثل هذا المشهد وكم نستفتى بمثل هذا المشهد لا بالعامي لا تتشاطر لا تتشاطر لأنك إذا أخذت حقوق الآخرين واتحايلت يمنة ويسرة اتهربت غيرت تلفونك أنكرت الدين صرت تستخدم مع صاحب الحق أسلوب الخصومة والأذى مهما كانت الطريقة التي تحاول من خلالها التهرب من أداء ما عليك فأنت موعود بالهلكة أنت والمال اللي أخذته من أخذ تلك الأموال يريد إتلافها يعني لا يريد إرجاعها أتلفه الله نسأل الله العفو والعافي ما في تهاون في هذه المسائل لا تأكلوا أموالكم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أخذت المال إنوي السداد أما أنت أخذت المال وتتوسع فيه وتضيق على صاحب المال هذا بغي هذا ظلم الظلم كما نقول دائما عقوبته في الدنيا مع ما يدخر في الآخرة ذنب معجل عقوبته في الدنيا مع ما يدخر في الآخرة طب شو أعمل كون صادق ما معاك تسد لا تنكر لا تتهرب لا تتوسع على حساب صاحب الحق ذلك الذي أعطاك المال دينا أحيانا بيكون شخص أخذ من الآخر دين ومعا يسد وما بسد ويتوسع فيه كماليات وهذاك الشخص الأساسيات ما معا يسدها هذا حرام لا يجوز أدي الذي عليك أعد الحقوق إلى أصحابها والمصيبة الكبيرة لما بعض المتهربين من حقوق الآخرين يحاولوا يبحثوا عن بداء الأخرى عن أداء الحق لأصحابه كيف يعني يعني ما أعطي الحق لصاحبه ويأخذ ماله يأخذ أجرته يأخذ تعبه شو ما كان سواء أجرة عامل سواء أمانة شو ما كانت بعدين بيقولك أنا الآن ظلمت من هذه الجهة كيف بدي أكفر عن ذنبي بأي عبادة من العبادات بأي نافلة من النوافل بأي طريق من طريق طرق القرب العبادات والنوافل والذكر والصلاة والصيام على رأسنا اللهم اجعلنا من أهلهم لكن ما لها علاقة باعتدائك على حقوق الآخرين هذا المفلس معياريا مفلس خلوقيا مفلس فكريا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم معتدي على الناس معتدي على حقوقهم المادية والمعنوية يأتي يوم القيامة وعنده حسنات كالجبال لكنه مفلس لأنه طريقة تفكيره مفلسة مش أنا اعتديت على مالي أختي وعلى ميراثها اعتديت على أجور العاملين عندي اعتديت على أماني سلمت لدي ما أديتش حقوقي بدأ أروح أكفر عن هذا الذنب بقيام الليل ولا بصلاة الفجر في المسجد ولا بعمره في رمضان لا غلا الصلاة في المسجد وقيام الليل والذكر والعمره حتى تكون صاحب خلق سوي عباداتك متسقة مع معاملاتك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الذكر حتى يكون ذكر الله حاضرا في قلبك وفي جوارحك وفي حياتك أما ذلك المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسناتك الجبال بصيام وصلاة وزكاة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم طب شو مشكلته من أين اتصف بالإفلاس عدوا معانا أكل مال هذا سفك دم هذا ضرب هذا يعني حقوق الناس معتدى عليها عنده وقال لك أنا بكفر عن حقوق الآخرين بعباداتي لا غلط لا يجوز ما بجوز المؤمن يكون عنده فصام ما بين عباداته ومعاملاته العبادات هذه تطهر تزكي ترتقي بالإنسان لتكون صلاته حاضرة في بيعه وفي شرائه وصيامه يكون حاضر عند تقسيم الميرات وزكاته التي يؤديها للمستحقين تكون حاضرة عندما يدفع الأجر لمستحقيها يأتي بصلاة وصيام وزكاة شتم هذا أكل مال هذا قذف هذا سفك دم هذا ضرب هذا طيب الحساب يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته تفنى حسناته يأخذ من سيئاتهم لأنه في مقاصة فيلقى في النار هذا التحذير الشديد من الاعتداء على حقوق الآخرين المادية والمعنوية أنه حتى إذا أنت ظننت أنه والله أنا قمت بمجموعة من العبادات لا وأحيانا مع الأسف الشديد تأتي تتكلم مع أشخاص اتخذوا الأمر مهنة الاعتداء على الآخرين سواء في حقوقهم المادية أم في حقوقهم المعنوية فيظن ظنا فاسدا أن تلك العبادات التي يؤديها ستغفر حقوق الآخرين حقوق العباد مبنية على المشاحة يعني كل واحد بدي ياخد حقه هذه الصلاة والصيام والزكاة هذه من الأمور الطيبة المباركة سواء تؤديها ركنا وفريضة أم نافلة صدقة طيب ومبارك كل هذا لا شك في ذلك لكن استعن على نفسك وعلى شيطانك من خلال هذه العبادات أن تؤدي الحقوق إلى أصحابها حتى يكون الإنسان صاحب قيمة حاضرة لا مفلس خلقيا وفكريا وسلوكيا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه في الختام نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول ربي اغفر لي ولوالدي ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة ولوالدينا جميعا والحمد لله رب العالمين ربي اغفر لي ولوالدينا جميعا